لا تزال حكومة الوحدة الوطنية تعمل في المرحلة الانتقالية الثانية بثبات نهو العودة إلى النزام الدستوري المنشود حيث لفتت الحكومة أنزار شركاء البلاد في مختلف المجالات الحيوية وبرنامج الأمم المتهدة الشريكة الأقوى للحكومة لا يزال هو الآقر يواصل الليلة بالنهار إلى جانب الحكومة لتزليل الصعاب والوقوف مع الحكومة لنجاح المرحلة الانتقالية الثانية لذلك استقبل صباح اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كيبزابو للمرة الثانية في أقل من أسبوع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوقوف على سير عمل البرنامج بالصورة المطلوبة والتنسيق الجيد أقب نهاية مهمة الخبراء الدوليين التابعين للبرنامج الذين جاءوا خصيصا لدعم الانتقالية عبر التعزيز الإدارة العامة وقطاع الوظيفة العامة على وجه الخصوص لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع هذا اللقاء أسمر نتائج ملموسة تستفيد منها تشاد في مجال الإدارة الرشيدة والتنظيم قطاع الوظيفة العامة بالبلاد هذا ما صرحت به نادين روغوي مدير التطوير العلاقات العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث قالت أقب قروجها من اللقاء جئنا هذا الصباح لإختار رئيس الوزراء على آخر التطورات التي توصل إليها البرنامج خلال أسبوع من العمل مع مختلف المؤسسات الحكومية أيضا رئيس الحكومة أكد لنا تجاوب حكومته مع البرنامج لأجل تأزيز المؤسسات العليا خصوصا قطاع الوظيفة العامة وجعلها رقمية لذلك نعمل لأجل نتائج واقئية وملموسة لتنفيذ القطة الوطنية للتنمية لأن الوظيفة العامة تعتبر واحدة من أهم معايير التطور واحتمام السلطات الكادية بهذا العمر يعني نجاح المرحلة الانتقالية الثانية والاستعداد الأمثل لما بعد المرحلة الانتقالية ومن المقرر أن يتم تطبيق مخرجات أمر الخبراء الدولين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم الإدارة الشادية كي تواكب الأصر الرقمي الحديث